الزكام اللي كان في المغرب هو 80% ديالو ناتيج على هدك الفيروس ديال غير هو كيقول وزير الصحة ما خصناش نديره القضية بأنها خطيرة هي ماشي خطيرة هذه عادي الإجراءات متعددة كيين جاميع المركز الصحية والمستشفيات معبئة وكيين لأنه هو شيخ فيه الوقاية وكيين حملة إعلامية باش المواطنين يتاخدوا الإجراءات في القضية احنا كنعرفوا هاد الرواح اللي كيجينه للزكام الرواح اللي كيجينه عرفنا كيفاش كيتتعدى الواحد اللي كي جاتوا الكوحبة مثلا ولا الكوحبة من نيفو مثلا هاد النزلة اللي جاتوا خصو يدري احتياطات باش ما يكونش ليهنا هديك ما كيجي العدوى في العالم كله 80% ديالزكام الرواح في جميع الدول في امريكا في كندا في استراليا في الهند في فرنسا في الاخرية 80% نتيج على ذاك الفيروس وإلا ما خصناش نشر الرعب بالمواطنين عن طريق نشر الهلع والمعلومات المغلوطة ما كانش دواء خاص غير موجود دواء خاص لهذا النوع ديال اسمه الأدوية اللي كيناه هو كتوجه للأمراض الفيروسية كلها ولكن هي مشي فاعلية ديالها هي مساعدة فقط الدواء الأساسة شنو هو هو الدواء الأعراضي انترتمون سامبتوماتيك اللي كان عاجه الأعراض واحد اللي عنده مثلا اختناق في الأنف واللي في التنفس كي دير الأعراض اللي كي يسهل اللي التنفس واحد اللي عنده سخانة زيدة كنديروه الأدوية باش رابطوا السخنة اللي عنده بعض الآلام كنديروه أدوية باش رابطواه وهكذا هاد شي اللي كاين ليرو أدوية دياله شكرا جزيلا لا كاين اللي قاح اللي بغي دير اللي قاعم شي ديرو قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي